موسيقى الحصاد من قناة الغد بالقاهرة اهلا بكم ونبدأ بالعناوين ضغوطنا امريكية تجبر نيتنياهو على تأجيل مناقشة توسيع الاستيطان بالضفة الغربية بعد تحذير سعودي امريكي هدنة اليوم الواحد تعيد الهدوء المسبية الى الخرطوم العراق يفرج عن نحو ثلاثة مليارات دولار من ارصيدة ايران المجمدة بسبب العقوبات زلينيسكي يتحدث عن عمليات مضادة هجومية ودفاعية وروسيا تؤكد التصدي للهجمات الاوكرانية اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نيتنياهو تأجيل اجتماع كان مقاررا لاثنين المقبل لبحث مشروع استيطاني جديد وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية ان ضغوطا امريكية اجبرت نيتنياهو على تأجيل الاجتماع الذي كان مخصصا لبحث مشروع ايوان الاستيطاني وتعد المنطقة ايوان الواقعة بين القدس ومستوطنة معالي الدوميم منطقة شديدة الحساسية دبلوماسيا كما ان بناء مستوطنة اسرائيلية هناك من شأنه ان يمنع التواصل الجغرافية الفلسطيني بين الاجزاء الشمالية والجنوبية من الضفة الغربية اشتركوا في القناة ضيف الحصاد في هذا الملف هو صلاح الخواجة الخبير في شؤون الاستيطان وينضم الينا من رام الله اهلك معنا سيد صلاح بداية لماذا برأيك اضطر نيتنياهو الى الاعلان عن تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا ان يعقد يوم الاثنين المقبل لبحث مشروع الاستيطاني ايوان بداية تحياتي لك والاخوة المشاهدين نحن نعتبر ان هذه الازمة منذ عام 98 ما بين الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل وفي اطار حسم الصراع في مناطق الضفة الفلسطينية سلسلة الاجراءات التي اخذت خلال السنوات الماضية هي تهيئة الواقع الجغرافي والتحولات الجغرافية في منطقة الكدس ومحيط منطقة الكدس وقد يكون الاعلان عن مشروع ايوان ليس الاعلان عن مستوطنة جديدة وليس الاعلان عن وحدات استيطانية جديدة وبؤر استيطانية جديدة هو الفصل الاخير في ما يمحد الاعلان عن الكدس الكبرى وبالتالي هذا المشروع هو اخر فصل في عملية بناء الحلم الصيونية وتحقيق الحلم الحركة الصيونية في بناء الاعلان عن الكدس الكبرى الذي ستربط ما بين الكدس الغربية والكدس الشرقية مع مستعمرة معالي ادميم مع اكبر منطقة صناعية ستقام وقد تصل ما بعد خمس سنوات لتشغيل مئة الف عامل في هذه المستعمرة وبناء مطار على اراضي النبي موسى وتغيير في معالم مكانة وتاريخ وعروبة هذا المكان باعتبار ان المنطقة الصناعية والواقع الجغرافي وعاصمة دولة الاحتلال تحتاج الى معالم لتعزيز السيادة الكاملة ومن ضمنها المطار التجاري الذي سيضع كل مشاريع الاحتلال الزراعية في مناطق الاغوار والاستثمار في مناطق الاغوار هو لتسهيل هذه العملية على المستوطنين اضافة الى المنطقة الصناعية نفسها وما يشكل خطر كبير علينا هو التحولات الدمغرافية والجغرافية في منطقة الكدسة الذي ستكون الكدسة الكبرى في اطار الخطط الاسرائيلية على 12% من اراضي الضفة الفلسطينية وبهذا الاصبع الاستيطاني الممتد من الاراضي المحتلة عام 48 حتى منطقة البحر الميت سيعزل جنوب الضفة الغربية بالكامل عن وسطها ولا يوجد هناك اي اشكال للتواصل سوى وجود انفاق او من خلال حواجز او طرق ما يمكن ربطها ما بين الكرة والبلدات الفلسطينية ولكن في اطار العزل الكل لهذه المنطقة اضافة الى اهمية يجب ان نتأكد ان الدولة الفلسطينية في اي دولة في العالم هي قائمة من معالم هذه الدولة العاصمة السلطة الاعلامية السيادة على المعابر في ظل الحديث عن بناء مشروع ايوان وبناء مخطط اسرائيل في الكدسة الكبرى هو عمليا شطب لحلم الشعب الفلسطيني باعتبار ان الكدس عاصمة للفلسطينيين وبالتالي تغيير في الواقع والرواية بفرض امر واقع على الارض وبالتالي نحن من اهم ركائز الدولة هو العاصمة والعاصمة ستصبح ليس الكدس الغربية لدولة الاحتلال والكدس الشرقي كما يحاول المجتمع الدولي ان يتحدث عن الكدس باعتبارها دولة للفلسطينيين اليوم هذه عاصمة لفلسطينيين عفوا اليوم بمشروع الاحتلال سيحول الكدس الغربية والشرقية حتى البحر الميت بمشروع الكدس الكبرى إضافة إلى ذلك في طار الرواية الصهيونية نحن سنكون في اللحظة الذي كان الشعب الفلسطيني منذ عام 67 في الكدس 72 ألف فلسطيني ولا يوجد هناك أي مستوطن أو مستوطنة إسرائيل تخطط حتى عام 2025 أن يكون المستوطنين وهذا ما تحاول أن تجند كل الإمكانيات والمقدرات لما يسمى بالمدن الشابة بمعنى وضع المدن تحت تصرف احتياجات الشباب في السكن ومن ثم تسهيل عملية السكن للشباب من خلال برامج كافة الوزراء في حكومة الاحتلال ليصل عدد المستعمرين والمستوطنين في الكدس الكبرى إلى مليون مستوطن وهذا خطر كبير علينا كفلسطين في إطار التحولات الديمغرافية الذي قد تنشأ في ظل سياسة الاحتلال في المنطقة وللتوضيح أكثر أن المخطط الهيكلي لمستعمرة معالي أدميم 61 كم مربع المخطط الهيكلي لتل أبيب مستعمرة تل أبيب المقامة في أراضي المحتلة 62 كم مربع وبالتالي يمكن أن يتهيأ لنا كيف ستكون الحالة في مستعمرة معالي أدميم في ظل هذا المشروع الاستيطاني في منطقة A1 حينما يتم التوسع الذي إسرائيل تتباهى أمام العالم في المستعمرة الكبرى في تل أبيب ستكون معالي أدميم أشبه بمستعمرة تل أبيب وستكون رابع أو مستعمرة من حيث عدد السكان ومن حيث المخطط الهيكلي الذي ستقوم عليه هذه المستعمرة أو المستوطنة في الأراضي المحتلة ما بعد عام 67 طيب ولكن يا سيد صلاح يعني رئيس الوزراء لتنياهو أجبر على تأجيل هذا الاجتماع هو أعلن أنه سيناقش يوم الاثنين مشروع ايوان ثم عاد اليوم وأعلن تأجيل حتى فكرة الطرح لأجل غير مسمى هل لديك تفسير لماذا برأيك تم ذلك؟ بالتأكيد جزء منها محاولة إرضاء المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بتأجيل عملية حسم الصراع في مناطق الضفة الفلسطينية وخاصة أمام موجة الانتقادات للنيتنياهو على الوضع الداخلي في دولة الاحتلال وتأجيج الوضع الداخلي والخطر الأكثر التحدي الأكبر للنيتنياهو هو التجمعات البدوية الموجودة في مقدمة الخان الأحمر الذي يحاول الاحتلال حتى ينجح في مشروع الكدس الكبرى سيشكل خطر كبير على وجود أكثر من 23 تجمع بدوي ومن ضمنها الخان الأحمر ويعيش فيها أكثر من 2500 إنسان وبالتالي حتى الآن كل المحاولات وضغط الاحتلال على عمليات التهجير لم تنجح وفشلت وفي مقدمتها في الخان الأحمر الذي أصبحت جزء من قضية عالمية وجزء من قضايا في محكمة الجنيات الدولية وبالتالي أي إثارة لعملية التهجير القصري ستفرض واقع جديد وضغط إضافي على حكومة نيتنياهو يراهن نيتنياهو الآن هو على خطط بديلة أولا بنية تحتية بالكامل هي مهيئة لأي توسع استطاني الطرق هي تعتبر طرق رابطة ليس بينما مستعمرات بل بين الدول طرق واسعة ومن سمام شارع رقم واحد الذي يربط ما بين المستعمرات المكامة في الأراضي المحتلة عام 48 مع الكتس الغربية والشركية ومعالي أدوميم حتى منطقة البحر الميت وهي من أكبر الطرق في مناطق الضفة الفلسطينية القضية الأخرى على مستوى الكهرباء والمياه هناك تأسيس لبنية تحتية كاملة لمئات ألاف المستوطنين الذين سيكونوا في هذه المناطق والآن هي مجهزة بالكامل مهيئة بالكامل على كل الصعود كبنية تحتية ولا يحتاجوا إلى تطويرها لعشر سنوات قادمة وبالتالي إسرائيل قطعت شوط طويل في هذا الموضوع القضية الأخرى المخطط الهيكلي المستعمر المقامة في منطقة الخان الأحمر ليس على أراضي الخان ولكن على أراضي الخان الأحمر ككل في منطقة شرق أبو ديسو الأيزارية هناك تحضير لبنية تحتية لأكبر منطقة صناعية وبالتالي حتى الآن لم تستطيع دولة الاحتلال تهيئة المكان بالكامل ولكن هناك تطورات وتراكم في عملية التطور في البنية التحتية لهذه المستعمرة هذه الحالة الضاغطة على نتنياهو والذي يمكن من خلالها أن يكون هناك حراك داخلي في إطار المحاكم الإسرائيل الذي لم يستطيع نتنياهو التغيير في واقع وتركيبة بناء الكضاء في المحكمة العليا الذي يمكن أن تحدث إخفاقا في عملية الترجمة الحقيقية لهذا البرنامج ولكن هذا المشروع على الأرض مستمر وعمليات التنفيذ في البنى التحتية مستمرة وهناك تطورات كبيرة في كل يوم ولكن عملية البناء هي الوحيدة المؤجلة لأن هناك تحديات داخلية وضغوطات خارجية ليس من حيث المبدأ لمنع بناء والتوسع الاستيطاني بل لمحاولة التأجيل في عملية حسم الصراع وحسم الضم لمناطق الضفة الفلسطينية وفي مكدمتها التجمعات والأراضي في شرق الكدس صلاح الخواجة الخبير في شؤون الاستيطان كنت معنا من رام الله فشكرا لك هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لسنوات هدم منازل الفلسطينيين كعقاب جماعي وهو ما تنتقده المؤسسات الدولية لاعتبارات إنسانية وقانونية الاحتلال يهدم منازل الفلسطينيين منذ احتلال الضفة الغربية تنفذ إسرائيل عمليات هدم واسعة بحق منازل الفلسطينيين توقفت عمليات الهدم نسبيا في الفترة ما بين الأعوام 2005-2008 لأسباب قانونية واستؤنفت عام 2014 عقب موجة عمليات في مدينة القدس المزاعم الإسرائيلية لعمليات الهدم تتلقص البناء دون ترخيص في مناطق جيم حسب اتفاق أوسلو والتي تشكل 70% من إجمالي مساحة الضفة الغربية عمليات هدم متعلقة بأسباب عسكرية وأخرى أمنية عمليات هدم لمنازل منفذي العمليات تهدف سياسة الاحتلال من هدم المنازل لتعزيز السياسات الإسرائيلية بالسيطرة التضييق على الفلسطينيين ومنع توسيع المخططات الهيكلية بالضفة الغربية بهدف الترحيل تحقيق الردع لمنع تنفيذ عمليات بمعيار الثمن الباهد وتحقيق العقاب الجماعي إفساح المجال للمشاريع الاستيطانية بالبناء وكذلك الأمر في شق الطرق الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية أحصت هدم الاحتلال للمنازل عام 2021 هدم الاحتلال 911 منزلاً عام 2022 هدم الاحتلال 954 منزلاً ومنذ مطلع العام الجاري هدم الاحتلال 396 منزلاً في الخمسة عشر عاماً الماضية هجر الاحتلال بفعل عمليات هدم المنازل ما يقارب 14 ألف فلسطيني عمليات الهدم الإسرائيلية تنفذ بطرق مختلفة الهدم باستخدام الآليات والمعدات التقيلة الهدم اليدوي للجدران الداخلية للمنزل تفجير المنزل عن بعد إغلاق المنزل باستخدام مواد كيميائية خاصة أوائل العام الجاري نشرت صحيفة عبرية تقريراً أوضحت فيه أن سياسة هدم منازل منفذي العمليات الفلسطينيين فشلت في تحقيق هدفها الأساسي وهو تشكيل رادع لفلسطينيين آخرين يمنعهم عن تنفيذ عمليات من وجهة نظر القانون الدولي فإن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية مخالفة واضحة لاتفاقية جينيف الرابعة ونسفل لكل فرص التوصل لسلام في المنطقة قال رئيس المجلس السيادة السودانية عبد الفتاح البرهان إن الحكومة السودانية مع أي حل ينهي الحرب ويعيد الطمأنينة للشعب السوداني وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الحالي للتحاد الإفريقي رئيس جزر القمر عثمان غزالي أكد البرهان أن فشل جميع الهدى السابقة سببه عدم وجود آليات فعالة لمتابعة الخروقات من جهته أكد غزالي ضرورة أن يكون الحل إفريقيا لإحلال السلام في السودان ويأتي هذا بينما ساد هدوء نسبي شوارع العاصمة الخرطوم في ظل هدنة الساعات الأربع والعشرين بين طرفي القتال بعد أن بلغ اليأس من التواصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار حدوده القصوى منحت الهدنة الجديدة سكان الخرطوم متنفسا لما قالوا عنه إنه هدوء لم يعرفوه من اتفاقات الهدنة السابقة ولكن هدنة تدوم لأربع وعشرين ساعة لا تعد كونها نافذة ضيقة بين جدران العزلة الأربعة إذ ليس من المنتظر لأعمال القتال أن تتوقف بل أن المخاوف من التساع نطاق الحرب تزداد فهي تمتد من درفور إلى جنوب كردفان وبدلا من فريقين متصارعين دخلت الحركة الشعبية لتحرير شمال السودان على خط القتال المعارك الضارية التهمت من الخرطوم وضواحيها ما التهمت من عشرات الضحايا إلا أن المعارك في درفور صارت تحصد المئات وذلك في ظل أوضاع نادرا ما يحصل خلالها المدنيون على ضمانات بأمنهم أو إسعافات إذا تعرضوا للهجمات الجهود التي تبدلها السعودية والولايات المتحدة بين طرفي القتال الرئيسيين لم تتوقف إلا أنها مع فشل المحاولة بعد الأخرى ربما تجد أنها أمام طريق واحد هو أن يبلغ الطرفان حدا من الإعياء يقنعهما بما كان يجب أن يقتنع به من قبل وهو أن أحدا لن يفوز في حرب أهلية وأن استبيل الوحيد الصحيح للخروج من الأزمة هو أن ينسحب العسكريون إلى ثكناتهم ويترك السلطة إلى المدنيين الحكومة التي يقودها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان فتحت جبهة أخرى لنزاع ديبلوماسي مع الأمم المتحدة بدعوتها للمنظمة الدولية بأن تسحب مبعوثها إلى السودان فولكر بيرتس إلا أنها كانت جبهة خاسرة عندما رفضت الأمم المتحدة الطلب وتمسكت ببقاء مبعوثها ليؤدي دوره ابتساع دوائر القتال قد يمكنه أن يوير خارطة التوازنات إلا أنها توازنات للمزيد من القتال وليس لتوسيع نافذة التنفس الضيقة وسط جدران العزلة الأربعة ضيف الحصاد في ملف السودان هو أبي عز الدين المدير الأسبق لإعلام رئاسة الجمهورية السودانية وينضم إلينا من القاهرة سيد أبي أهلا بك معنا حتى الآن لم تمدد هدنة الأربع والعشرين ساعة الأخيرة هذه الهدنة من المفترض أن تنتهي في السابعة صباحا هل ستمدد برأيك؟ نعم شكرا لك ربما لا يكفي الوقت للتعليق عن التقرير التقرير بكل أسف كان منحاز بصورة سافرة للميليشيات ولم يذكر نهائيا أنها ميليشيات متمردة معنى الوقت يا سيد أبي معنى الوقت يعني إن أردت أن تصحح شيئا تراه يعني كان منحازا تفضل نعم جوهر التقرير يتحدث عن طرفي قتال عن طرفي قتال نعم 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 ولا يذكر أي إشارة لأن هناك تمرد وكما تحدث وكأنها حرب أهلية وجاء بهذه الصفة وليست حرب أهلية وتمرد عسكري طيب بماذا تصنف الأمم المتحدة هذا القتال في السودان يا سيد أبي هي لم تصنفه بعد وهذا من أسباب هي تدعو طرفي القتال هي تدعو طرفي القتال هي تدعو طرفي القتال وهذا من أسباب المشكلة طيب وفد الحكومة السودانية يعني إذا قامت اسمح لي وفد الحكومة السودانية في جدة مع من يتفاوض أكمل الأولى النقطة الأولى في بداية وهي أن دول مجلس الأمنة ودول الفيتو إذا كان هناك تمرد على جيش أي دولة من هذه الدول لن تكون هناك أي دعوات لطرفين بل سيكون هناك حديث واضح أن هناك تمرد داخل جيش أمريكي أو داخل جيش بريطاني أو داخل جيش أي دولة عربية مهما كان يعني هذا من نقطة سؤالك الآخر الهدنة عن الهدنة نعم سؤالك بالنسبة للهدنة هذه الهدنة جاءت في توقيت مريب جدا واضطرت حتى الجيش إلى أن يقوم بوضع تمهيد لبيانه تمهيد نفسي للشعب لأن الشعب يريد الخلاص من هذا التمرد بأسرع فرصة يريد العودة إلى منازلهم المحتلة من طرف هذه الميليشيات فبالتالي اضطر الجيش هذه المرة إلى أن يقوم بتمهيد نفسي في بيانه كي يتقبل الشعب أن الجيش سوف يوافق على هذه الهدنة الهدنة طبعا غريبة جدا في مراميها أو في هيكلها عموما لأن الهدنة 24 ساعة وتبدأ فجرا تبدأ ساعة 6 صباحا في وقت فيه الناس نيامي يعني بالتالي ليس المقصود إذن تقديم مساعدات إنسانية للناس ولا مقصود بها إيجاد مخارج للمواطنين فلا أحد سوف يقوم ساعة 6 صباحا بقية الهدنات السابقة كانت نعم ما المقصود إذن من هذه الهدنة سيد أبي ما الذي ترمي إليها حضرتك؟ ما المقصود إذن؟ نعم ما حدث اليوم رأيناه اليوم صباح اليوم هو أن عدد كبير جدا من العربات العسكرية والمدنية كذلك التي نهبها التمرد قامت بالخروج من بعض المناطق أو بالخروج من العاصمة نفسها وفيديوهات كثيرة جدا انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي السودانية وبالتالي تجد معها تعليقات الناس أن هذه الهدنة أعطت مجالا للهرب بالمنهوبات والهرب من العاصمة لأن هذه الهدنة وأي نوع من الهدنات والتفاوضات تعطي مجالا للمجرمين للتهرب من المحاسبة هذا تمرد عسكري هناك جرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها لا ينبغي أن تمر هكذا مرور السلام مرور الكرام وإلا قاموا بتكرار ذلك وإلا أوعز ذلك إلى آخرين غير هؤلاء حتى أن يقوموا بأي نوع من التمرد والجرائم والتعويل على وجود غطاء دولي سياسي إذا كان هناك مصارح لبعض الدول مع أي حركة مسلحة لاحقة اسمح لها سيد أبي السيد برهاني اليوم قال أن الحكومة السودانية على أتم استعداد أن تتجاوب مع أي حل ينهي هذه الحرب طبعا لن نأخذ هذا الكلام على سعة مفرداته إنما بحسب الوضع القائم الوضع الراهن ما هي الخيارات المطروحة حاليا أمام حكومة الخرطوم لإنهاء هذه الحرب نعم إذا جئنا للمفردات فهو لم يقل الحرب على إطلاقه هكذا ولكن حدد قال حرب الميليشيات المتمردة هذا هو التوصيف الذي ذكره كي يوصل الرسالة بوضوح للوسيط الأفريقي هو بكل أسف أن حاليا أفريقيا مستبعدة تماما من الوساطة حتى مصر مستبعدة من الوساطة وجنوب السودان وكينيا وجيبوتي وإثيوبيا فبالتالي قام كذلك مبعوث البرهان اليوم بإصدار بيان بعد أن قابل رئيس الوزراء أو رئيس الإثيوبي آبي أحمد وذكر فيه بوضوح أنهم مع الوساطة الأفريقية ودول الإيقاد وأن تعدد هذه المنابر وتعدد الوساطات لأن بعض الدول ربما تريد تحقيق نصرا دبلوماسيا لها دون اهتمام بمالات الوضع في الأرض على السودان وعلى الوضع السوداني يعني كل ما يهم بعض الدول فقط تحقيق هذا النصر أو حماية الميليشيات هذه الميليشيات الذهب فجاء كلام ممثل البرهان أو بيانه متطابقا مع حديث الرئيس البرهان للاتحاد الأفريقي بأنهم يفضلون أن تكون الوساطة أفريقية وليست أمريكية يعني المصالح المشتركة مع أمريكا هي فقط اقتصادية لا غير لا يوجد أي ارتباط نفسي أو اجتماعي أو أي نوع من المصالح الأخرى المتعلقة بأمن المنطقة هذه المنطقة من العالم فبالتالي الحلول لازلت يعني وصير أنها في النهاية قد تأتي من الوسيطة الأفريقية أو دول الإيقادة التي لديها اجتماع بعد غد يوم ثلاثة أربعة عشر عفوا يوم ثلاثة بعد غد نعم لديها يوم ثلاثة المقبل يوم الثلاثة يونيو اليوم هو السابت نعم نعم بعد غد بإذن نعم بعد غد تحديدا الاجتماع بإذن الله وهذا الاجتماع لدول إيقادة في جيبوتي والآن بدأت الأفود تصطف نحو الذهاب إلى هناك ولكن الإشكال أن كلما تصدر مبادرة أو وساطة من جهة قد تعقد الأمر أكثر مثلما قامت هذه الوساطة الأمريكية بتعقيد الأمر عندما كان هناك وساطة سابقة لها مقدمة من مصر والإمارات ولكن تم القاطع عليها طيب وكانت هناك وساطة أخرى من كينيا والجيبوتي نعم اسمح لي سيد أبي اسمح لي بالمقاطعة اسمح لي الآن كذلك سيد برهان أوضح اتحدي إفريقي أن فشل الهدن السابقة سببه الرئيسي هو عدم وجود آلية لرصد الخروقات ما هنا المقصود بكلمة آلية هل نعلي بآلية قوات حفظ السلام الإفريقية مثلا لا 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 طيب ما هي الآلية أي نوع من مثل هذه التدخلات سوف يقصد آلية رصد ومحاسبة يعني كان عندما علقت الحكومة السودانية هذا التفاوض في جدة ذكروا بوضوح أن السبب هو عدم عدالة الوساطة لأنها رغم رصد الحكومة لانتهاكات الدعم السريع لكنها لم تقم بأي إجراءات تجاه هذه الميليشيات فهذا الأمر كان واضحا فبالتالي إذا كان ربما لهذه الوساطة آلية ربما هي لا تثق في آلية الرصد الحكومي أو آلية الرصد الشعبي للمواطنين فربما تريد آلية الرصد خاصة بها إذا كان لديها آليات للرصد الخاصة بها وكانت عادلة فسوف تقوم بمعاقبة أو إدانة على الأقل إدانة هذه الميليشيات ومعاملتها مثل ما يقول القانون الدولي في مثل هذه الحالات في أي دولة حتى دولتها الوساطة إذا حدث فيها تمرد من هذا النوع سوف تقوم بتحكيم القانون الدولي وسوف تقوم بحسم الأمور والسعي لتجميع السند الدولي نحو ذلك فهذا هو ما قصده الرئيس البرهان أو قصدته الحكومة الخارجية في بيانها السابق أبي عز الدين المدير الأسبق لإعلام رئاسة الجمهورية السودانية كنت معنا من القاهرة فشكرا لك أعلنت إيران الإفراج عن مليارين وسبعمائة مليون دولار من أموالها المجمدة في العراق بسبب العقوبات الأمريكية وقال رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق إن هذا الحدث سيكون له بالتأكيد تأثير إيجابي على الأسواق مشيرا إلى أن احتياجات البنك المركزي عالية وتم شراء السلع الأساسية ضيف الحصاد من بغداد هو دكتور خالد عبدالإله عميد بكلية العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية أهم بك معنا دكتور خالد اثنين مليار وسبعمائة مليون دولار أفرج عنهم اليوم فجأة صحيح؟ أم كان هناك مقدمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم أسأل خير لكم جميع شعالي قناة الغد العربية شكرا لهذا الصلاة بالتأكيد كانت هناك ترتيبات زيارة السيد فؤاد السين ومشاركته لمؤتمر تحالف ضد تنظيم داعش الارهابي في الرياض هو الذي كان له دول كبير جدا في الحديث عن السماح للعراق بعملية إطلاق هذه المبالغ وهذه الديون المترتبة نتيجة تصدير الكهرباء والغاز الإيراني في شهر مارس الماضي كان هناك أيضا السماح بإطلاق خمسمات ألف دولار بمعنى نصف مليار دولار تم أعطاها إلى الجانب الإيراني نصف مليار دولار تقصد خمسمائة ألف دولار مليون دولار خمسمائة مليون نصف مليار نعم نصف مليار نعم إلى الجانب الإيراني في عملية الديون وبالتأكيد هناك يتراكم كبير جدا بالنسبة لهذه الديون اليوم الحكومة العراقية عازمة إلى أن يكون هناك تزديد لهذه الديون وبالوقت نفسه العراق لا يريد أن يكون أيضا يقع تعتضواغط سواء كان من الولايات المتحدة الأمريكية أو من إيران في كل مرة تقطع الغاز الإيراني بفعل الديون من أجل الضغط على الحكومة العراقية لذلك اليوم العراق اتجه نحو دول الخليج نحو الربط الكهربائي نحو استثمار الغاز المحروق الذي يحرق نتيجة استخراج النفط المصاحب للنفط وأيضا الغاز الحر في سبيل أن يكون هناك أيضا استخدام للغاز الوطني في محطات الكهرباء وبالتأكيد التقليل بالنسبة إلى ذلك وفق رؤية حكومية عليها السيد السوداني لكي لا يكون استخدام هذا الملف كأداء سياسية بين الحين والآخر ويؤثر أيضا على الجانب المجتمعي كوننا اليوم نتعرض إلى موجة من التغييرات المناخية وارتفاع حالي في درجات الحرارة كل هذه الأمور أعتقد أخذت تؤثر بشكل كبير جدا على الداخل العراقي بين الحين والآخر إذن دكتور خالد أفرجت العراق اليوم عن تقريبا ثلاثة مليارات دولار من الأموال المجمدة الإيرانية وتسلمتها إيران كما أوضحت حضرتك قبل ثلاثة شهور تسلمت كذلك إيران منها عراق نصف مليار دولار وهنا يطرح التساؤل كم حجم الأموال الإيرانية المجمدة لدى العراق يعني في بعض التصريحات وزارة الخارج العراقية يتحدثون عن 18 مليار دولار نتيجة استيراد الكاربا والغاز تراكمل بفعل العقوبات الأمريكية على إيران في عام 2018 بعد انسحاب لإدارة ترامب من الاتفاق وصدرت مجموعة من العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الأمريكي وعلى النفط والغاز الأمريكي وعلى كل من يتعامل مع إيران وبتكيد مسألة الربط بالحالة العراقية كان في كل مرة هناك عفاءات لثلاثة أشهر لأربعة أشهر لستة أشهر يتم السماح من قبل الإدارة الأمريكية للحكومة العراقية في إطار عملية التحويل لأن العقوبات هي ليست فقط على النفط والغاز الإيراني وإنما حتى في عملية النظام المالي والتحويل بالعملة بعملة الدولار وهذا الأمر أن نتوقع بحثها بشكل جدي في أكثر من زيارة سواء كان لمسؤولين العراقيين أو مع سيد السوداني في آخر زيارة له في إيران وبالتأكيد الحديث عن أن مجريات هذه الأمور يجب أن تبحث بشكل واقعي وجدي لأن يكون هناك إعطافات سلبية تنعكس على الجانب العراقي العراق بعد 2003 دائما يتحدث عن إيفاءة بالتزاماته وبعلاقاته مع دول الجوار خلاص يوم اليوم نتحدث عن إيران لكن مع ذلك اليوم العراق يتحرك في إطار تأمين جانب مهم جدا وهو الغاز الوطني سواء كان الحر أو المصاحب بالطريقة التي يمكن من خلالها للسنوات القادمة نقلل الاعتماد من الغاز الإيراني من ناحية وأيضا يصبح العراق أيضا نقطة لتشابك لأنابيب النفط والغاز إذا كنا نتحدث عن طريق التنمية الذي طرحه السيد السلاني بهذا الخصوص سؤالي الأخير يا دكتور خالد تعلم حضرتك أن هذه الإفراجات عن الأموال الإيرانية المجمدة تأتي فجأة لا نعلم ما هي ترتيباتها ربما كانت لها مقدمات كما أشرت حضرتك في النوزيخ خارجية العراق التقى بلينكين في الرياض على هامش قمة التحالف الدولي لمكافحة داعش طيب هناك من يتحدث هنا عن وساطة عراقية بغداد تقول لواشنطن اسمحي لنا أن نعطي الإيرانيين جزءا من أموالهم وأنا سأقنع تهران بأن تخفض وطيرة سرعة برنامجها الناوية حتى الوصول إلى اتفاق النهائي توافق على ذلك؟ العراق دائما يسعى بشكل حقيقي إلى تقريب وجهة النظر العراق استضافة أحد اجتماعات مجموعة خمسة زاد واحد قبل أن نتحدث عن انتفاق تموز من عام 2015 العراق دائما يسعى إلى العلاقات الخليجية الإيرانية وكان هناك خمس لقاءات في بغداد أثمرت بشكل جدي إلى ترتيب في إطار الأجواء من المملكة العربية السعودية وجار إيران من ناحية وبالتأكيد أن نتوقع دائما أن العراق يسعى بشكل جدي إلى مسألة الإعفاءات والسماحات ذكرتها قبل قليل أكثر من مرة سمحت الولايات المتحدة الأمريكية ولكن أيضا فيما يتعلق بهذا الأمر قد يكون هناك رسائل متبادلة سواء كان بين وزير الخارجي العراقي ووزير خارجية إيران في عملية الحديث عن الملف النوي لكن لحد الآن لم تعلن هذه غير مباشرة مع ذلك أن نتوقع قد تكون هذه أحد الإجراءات للاطمئنان سواء كان في إطار الحديث عن الجانب العراقي لكي يكون هناك استمرار لإمدادات الغاز إيران قبل أسبوع أو عشرة أيام من اليوم عملت على تخفيض الغاز الذي يطلق من أراضيها باتجاه الأراضي العراقية والمحطات الغاز بعشرين مليون متر مكعب وكانت هذا الأمر أثر بشكل كبير جدا على مستوى الكهرباء إيران دائما تتحدث بأنه يجب أن يكون هناك إيفاء لديونها سواء كان من الغاز أو من الكهرباء التي تستورد لكن بالمحصلة الأساسية العراق نجح في عملية الحديث عن هذه الترتيبات وأعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية دائما تتحدث عن أن لا يكون العراق ضحية لهذه الصراعات الجانبية البينية التي تؤثر على الجانب العراق بالدرجة الولاي دكتور خالد عبدالله عميد كلية العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية كنت معنا من بغداد فشكرا لك أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زلينيسكي عن عمليات هجومية مضادة للجيش الأوكراني على الجبهة رافضا القول ما إذا كان يقصد الهجوم المضادة الكبير الذي تعد له هيئة الأركان في كييف منذ أشهر من جهته قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو خلال مؤتمر صحفي مع زلينيسكي في كييف قال إن بلاده ستشارك في جهد متعدد الجنسيات لتدريب طيارين مقاتلين أوكرانيين كما أعلن ترودو عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليون دولار من أجل التأكيد على مواصلة الدعم الغربي عموما والكندي خصوصا لأوكرانيا زار رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو كييف للإعلان عن مساعدات عسكرية للبلاد التي تسعى لهجوم مضاد كبير يضعف القوات الروسية ويجبرها على التراجع في ميدان القتال ستواصل كندا وقوفها مع أوكرانيا مهما تطلب الوقت ذلك منذ العام الماضي قدمنا أكثر من ثمانية مليارات دولار لتمويل المساعدات لأوكرانيا واليوم يمكنني إعلان تقديم خمسمائة مليون دولار كندي إضافية في شكل مساعدات عسكرية سنساهم بتدريب الطيارين الأوكرانيين وصيانة ودعم برنامج المقاتلات الأوكرانية كما سنساهم في تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد وسنقدم صواريخ منتراز AIM7 التي ستساعد أوكرانيا في تأمين مجالها الجوي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي كشف للصحفيين أن العمليات الهجومية والدفاعية المضادة تجري في أوكرانيا لكن بشكل فضل عدم الإفساح عنها من المثير حديث الرئيس بوتين عن هجومنا المضاد من المهم أن تشعر روسيا دوما بذلك وأن تدرك أنه ليس أمامها وقت طويل الهجمات الدفاعية المضادة قائمة في أوكرانيا بالفعل لكن في هذه المرحلة لا يمكنني أن أقدم مزيدا من التفاصيل وبالتأكيد سوف نلمس ذلك وتعد كندا التي تعيش فيها جالية كبيرة من الأوكرانيين أحد أبرز داعمي كييف وقامت بتقديم مساعدات عسكرية ضخمة وتدريب أكثر من 36 ألف جندي أوكراني وفرضت أيضا عقوبة على روسيا وجاءت زيارة ترودو لكييف في أعقاب ليلة من الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف خارج العاصمة الأوكرانية بما في ذلك أودسا وبولتافا وخاركيف هذا وتقول وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية وصلت محاولات وصفتها بالفاشلة على مدى الساعات الأربع والعشرين المنصرمة لشن هجمات في جنوبي منطقة دونتسك وفي منطقة زاباروجيا بالإضافة إلى هجوم على المنطقة التي تقع بها مدينة باخموت شرقي البلاد في وقت أعلنت به القوات الجوية الأوكرانية إسقاط طائرات مسيرة وصواريخ من أنواع مختلفة خلال الساعات الماضية أطلقتها القوات الروسية من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير أربع دبابات من طراز ليوبارد على محور زاباروجيا كما أعلنت تدمير أسلحة ومعدات غربية ومدرعات أمريكية أخرى إضافة إلى مقتل نحو 300 مسلح أكراني خلال يوم واحد من موسكو الدكتور محمود الأفندي عضو الأكاديمية الروسية للدراسات والبحوث ومن كييف الدكتور سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية أهلا بكم أبدأ معك دكتور سعيد من كييف ألن يبدأ الهجوم الأوكراني المضاد بعد؟ مساء الخير لكم ولجميع الشاهدين وللضيف الكثير من موسكو طبعا يمكن القول أن العمليات الهجومية التي تقوم بها القوات الأوكرانية هي عبارة عن تحضير للهجوم الشامل المضاد ما يجري حتى الآن على الجبهات على مختلف المحاور هو عمليات استكشاف عسكري أو ما يسمى عمليات جس نبض للقوات الروسية لاستكشاف مكان أماكن القوة والضعف على هذه المحاور بالإضافة إلى ذلك يشف مكان الأسلحة التي تم تركيزها على الجبهة لذلك يعني لكن يمكن القول أن عمليات هذه العمليات هي بادرة قريب للهجوم الشامل المضاد طيب مقدمات سيادتك يا دكتور سعيد ترى أن ما يدور الآن هو فقط مقدمات حتى وإن كان الجيش الأوكراني أكد أنه تقدم لمسافة تزيد عن 1400 كيلو متر في باخموت مثلا 1400 متر في باخموت طبعا خلال شن هذه العمليات على كامل الجبهة التي تمدد حاليا بعد تفجير سد كخوف نحو 700 كيلو متر بعض العمليات الهجومية رغم أنها تكون استطلاعية ولكن يمكن أن تحرز بعض النتائج الإيجابية ولذلك عمليا تقدمت القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي تقدمت 1400 متر ولكن سابقا أيضا تقدمت 1800 متر حسب إعلان الجيش الأوكراني وأيضا في محور صفاطة تقدمت نحو 500 متر وأيضا حسب معلوماتها صادرة من بعض المروجين الدعائيين الروس في زفروجيا يقولون أن القوات الأوكرانية رغم تكبدها لإخسار فأنها تقدمت على بعض المحاور لذلك عمليا أعتقد أن بالإضافة للاستهداف المستمر لخطوط الإمداد اللوجستية للقوات الروسية وتكثيف هذه العمليات بشكل كبير خلال الأيام الماضية أعتقد أن كل الأسبوع القادم سوف نشهد بدء فعلي للهجوم المضاد طيب دكتور محمود الأفندي من موسكو جون كيربي الناتق باسم مجلس الأمن القاومي الأمريكي قال اليوم يا دكتور محمود أن المعلومات الأمريكية تؤكد أن إيران تمد روسيا بمواد تصنيعية للمسيارات وأن روسيا بإمكانها مطلع العام المقبل أن تبدأ الإنتاج من أراضي الروسية هل علينا أن نتعامل مع مثل هذه التصريحات العلنية على أنها بروباجاندا يعني دعاية حربية مثلا أو افتراءات أو ضلالات أول شيء سيد أوقاتك سيد الكريم أهلا والدكتور سعيد طبعا ممكن لا أبدا يعني ليست هي بروباجاندا يمكن أن تكون حقيقة وما الخطأ في ذلك يعني إيران حليف استراتيجي لروسيا الخطأ أننا علمنا من أمريكا لم نعلم ذلك من روسيا روسيا لم تعلم ذلك شيء طبيعي يعني يعني طبيعي شيء طبيعي أنا علم جيدا أنه بالإيران نوعا ما استطاعت من حوالي أربع سنينة أن تسرق أو تنزل طائرة بدون طيار أمريكي حول أهرستان وأن تعمل من نفس التكنولوجيا التي روسيا هي نوعا ما ليست متقدمة في هذه المجالات في مجال الطائرات المسيرة وأنا علم جيدا أن الحرب الحديثة بعد الحرب الأرمانية الأزراميجانية في كربا بدأت دور الطيارات بسير عبد دور كبير لذلك كاموسكو تحتاج إلى معضل تكنولوجيا يعني شيء طبيعي أنا في رأيي يعني أن تقول إيران زودت بعض المواد تكنولوجية أو المواد لصناعة طائرات بدون طيار هذا الشيء طبيعي يعني أن روسيا تعتمد على شركائها في ما يسمى التعامل الأسكري هذا أمر مهم جدا فتحاول دائما هي دائما هي تعلم جيدا أن إيران دور مقبر الشرق وإيران لديها أعداء كبيرة في المنطقة لذلك تحاول أن تلعب على شحور البلاد الأخرى عن طريق هذه التعاية يمكن أن تكون صحيحة أو تكون كازمة ولكن حسب المعلومات التي تقولها روسيا الطائرات الروسية اللي يجيران اتنين هي بالفعل بتكنولوجيا إيرانية على طريقة شاهد بيوستة وكثير ولا تكبرت في ذلك ولكن تقول تكنولوجيا وليس الطائرات نفسها كما يقول الجانب الأبين يعني شيء طبيعي أن يحصل هذا الكلام طيب يا دكتور محمود اسمح لي يا دكتور محمود اسمح لي اسمح لي الآن الرئيس يانسكي كلما سئل عن الهجوم المضاد يتجنب الإجابة بشكل واضح حتى ما رأيناه اليوم يتجنب تماما حتى حين سئل هل هذا هو مرحلة من هجوم المضاد رفض أن يجيب هل لديك تفسير؟ هل تعتقد أن بالفعل كيف تحضر لشيء ضخم للغاية؟ لا أبدا ليس شيء ضخم أنه كما يقول الضيفة الكريم أن الهجوم الشاسع يعني الهجوم الشاسع على كل طرف الجبهة ليس الأوكراني هذه الخضرات ليس البشرية ولا العسكرية فلما ننظر إلى ما يحصل عرض الآن وأن السلاح الذي يدمر هو السلاح الاستراتيجي يعني هذا أمر مهم جدا لما ننظر إلى الدبابات الغربية التي يعني استلامتها أوكراني حوالي أربعة شهر ترك الآن في أراضي الدباس هذا يعني هذا ما يسمى المخصول الاستراتيجي استعماله يعني هي آخر الأوراق التي تستعملها كيف أما بالنسبة للطرف كيف أول شيء فيه هناك أبرين مهمين حتى الآن هذه العملية المعاكسة تقوم بلا فائد القوات الأوكرانية التي مختفي من حوالي شهر وحتى الآن هل هو راضي عن هذا القرار أين هو من شهر حتى الآن أجراء زروجة غير موجودة اثنين عندما تتكبد أو تتكبد أو لا تفشل العملية المعاكسة يحاول الرئيس زمنسكي ما يسمى يتفلسف سياسيا أن العملية لم تبدأ هذه ما يسمى جس النبض كيف جس النبض سيد الكريم وخمس تلاف قتيل حتى باعتراض الباليتيكو اليوم قراءة الباليتيكو خمس تلاف قتيل أوكراني خلال أربعة أيام بالجيش أوكراني ما هي جس النبض هم يكذبون هم يكذبون هذه الرواياتها دكتور محمود ويرون أيضا أن موسكو كذلك تروج إشاعات كثيرة في الحرب الجعالية لا أتكلم ليس عن موسكو أنا أتكلم عن الباليتيكو هذه ليست بصادر روسي أول شيء رئيس شركة اليابارد الألمانية الصناعة اليوم اليوم اعترف اسميا بإضاعة حوالي خمسة عشر دباب اليابارد واحد من اليابارد التين نحن نتكلم يعني هذا الأرقام اللي تتكلم عنها نتكلم على الغربيين انظر الأهل للإعلام الغربي يتكلم فعليا أن هناك خسائر كبيرة إذا هي جس النبض فما هي معه من خسائر كبيرة من أين تأتي بسلاح؟ السلاح لا حتى دكتور محمود اسمحي حتى الإعلان عن هذه الخسائر بهذا الحجم فقط يعني لتمييلي خدعة ما معلومات مغلوطة وارد كده السيد الكريم هذه الصور هناك كل شيء واضح يعني الغرب لا يحزن بهذا المواضيع يعني هو بالعكس يعترف بالخسارة لأنه من يزود طيب أشكرك موجود كل شيء أول شيء فسي نقطة بهم فضل هم أحاول أن أصلها للمشاهدين دائما دائما في المعارك العسكرية السلاح السقيل عندما يخسر هي خسارة كبيرة إلى الجيش يعني دائما التقدم في المدرعات السقيلة لما تخسر بهذه الكمية الهائلة هذا يعني أنه يجب ضغط وأوكرانيا لا تستطيع أن تعترف بذلك أنا أفهم أوكرانيا لأن الدولة معتمدة بشكل كامل على الغرب لدينا ورقة والقلب يعني إذا قررت بأي نوع من أنواع الخسارة يمكن أن يحصل نوع من أنواع الرفض في أوروبا أو التنديد بعدم تزويت أوكرانيا فهم حتى فرنسوها هولند اليوم فرنسوها هولند اليوم بصلاح تسليق قتيل جدا أوكرانيا في اليوم المعاكس وأتت جمهوريين إلى السلطة يعني انتهاء ما يسمى الحرب الأوكرانية باستسلام أوكرانيا ابقى معنا يا دكتور محمود لو تكرمت يا دكتور سعيد هل توافق على هذا الطرح إذا ما أخفق الأوكرانيون في هجومهم المضاد ربما تمنى عنهم الإمدادات الغربية طبعا لا أتفق بشكل كامل مع هذا الطرح يعني بداية كما قلت أن ما يجري حتى الآن هو عملية نبض وعمليات يعني استطلاع عسكري بالمعارك لذلك طبعا يعني هذه المعارك هذه العمليات الهجومية تتم عبر يعني بواسطة بعض الكتاب العسكرية أو المقوى أو يعني المضاف إليها بعض المجموعة المعزنة يعني التعدادة لا يتجاوز 300 إلى 500 جندي يعني هذا بداية ثانيا لذلك هذا ليس هجوما عندما نشهد تقدم ألوية وفرق عسكريين يمكن القول حين أن الهجوم المضاد قد بدأ هذه النقطة الأولى النقطة الثانية فيما يخص القسائر أعيدكم إلى يعني إلى فريقوشين الذي يعني علق على تصريحات يعني المعارك العسكري للروسي وأيضا وزير الدفاع حيث قال أن حسب هذه البيانات تنكون قد احتللنا الكرة الأرضية خمس مرات يعني يعني هذه النقطة الأولى النقطة الثانية يعني طبعا أي هجوم سوف يكون هناك خسائر وأقول حسب العلومة العسكرية نعم يعني نحو 30% من المعدات الخسارتها هذا يعتبر أمر طبيعي 30% من المعدات في حال زادت هذه النسبة حينها يمكن القول عن الفشل في هذا المكان أو في ذلك المكان لذلك عمليا ما يتم حاليا هو يعني طبعا سوف يكون هناك خسار من الجانب الأوكراني هو يقوم بعمليات هجوم لذلك بعمليات هجومية استطلاعية يستكشف مكان الأسلحة ومكان أماكن القوة وحين الهجوم سوف يستمر الهجوم عندما يبدأ قد يستمر نحو شهر إلى شهرين فهمت ليس مطلوب هذا الهجوم تحرير كامل الأراضي حتى لو فشل كان هناك أيضا تصريحات أمريكية وغربية لحلفاء أوكرانيا أن هذا الهجوم سوف يظهر أيضا من ناحية أخرى في حال فشله نقاط الضعف لدى الجانب الأوكراني فهمت لدي سؤال أخير يا دكتور سعيد فهمت حتى هذا الهجوم المضاد إذا لم يعني يحرر الأراضي الأوكرانية ووجهة نظر أوكرانيا ربما يضعف أو يظهر نقاط ضعف في روسيا سؤال الأخير يا دكتور سعيد وإن شاء الله لو معنا تبقى وقت نأخذ دقيقة تعقيب دكتور محمود يا دكتور سعيد الآن جاستن ترودو رئيس وزراء الكندي كان اليوم في كييف وتعهد أمام الأوكرانيين بأن بلاده تفضل جهدا وتقوم بدورها لتدريب المقاتلين الأوكراني الطيارين يعني الأوكرانيين ولكن ضمن جهد متعدد الجنسيات هكذا قال حرفيا جهد متعدد الجنسيات وهو سؤال الأخير هل تعتقد يا دكتور سعيد أن أي دولة أوروبية حاليا تخشى تماما أن تواجه روسيا منفردة عند أي حديث عن سلاح ربما يصل إلى أراضي روسيا يقولون لا لن أتحرك وحيدا فهي تم تكوين جبهة مال للطائرات وجبهة مال الدبابات وجبها حتى لتدريب الطياري فضل طبعا لا يوجد لدى الدول الأوروبية نوايا عدوانية تجاه روسيا ولكنها بسبب يعني تجاهلها لإمكان لدعم العسكري خلال السنوات الثلاثين الماضية عمليا لا يوجد لديها إمكانية عسكرية قادرة لكل دولة منفردة لصد هجوم دولة كبيرة وقوية عسكريا مثل روسيا لذلك هناك تحالف يسمى التحالف الناس لكن بفيما يخص الدعم أو التدريب فهو طبعا بسبب عدم وجود كل دولة منفردة فهمت يا دكتور سعيد أنت تحضرك توافق على هذا الطرح يا دكتور محمود ثلاثون ثانية معك لا ثلاثون سعيد بحاول بإجاز أقول يعني هو انتكلم الدكتور سعيد كلام صحيح أنه بهذا الرقم القسائر معناها العملية عسكرية المضادة بدأة يعني كيف هذه القسائر في عملية هذا أمر بهم جدا أنا أقول وأعيد أن أوكرانيا لا تستطيع أن تعترف بأي تصارى الآن بأي نوع من الأنواع لأنه سيقف الدعم العسكري بشكل نهائي عنها فهم هذا أمر بهم جدا ذلك تحاول عن طريق التصريحات وعن طريق كذلك ما زاد لدينا قوة تنقاوم بإنها زي دون أن يخطئوا عسكريا لقال نحن نقصرنا أي القضاء ولا يقول نحن نقصف مرة أخرى أو سنتقدم مرة أخرى في عملية أخرى أو عملية شاسعة كما يقولون أشكرك من موسكو دكتور محمود الأفندي عضو الأكاديمية الروسية للدراسات والبحوث ونشكر ضيفنا من كييف دكتور سعيد سلام مدير مركز بيجن للدراسات الاستراتيجية شكرا لكم ختام الحصاد تذكير بأهم عنوينه ضغوط أمريكية تجبر نيتنياهو على تأجيل مناقشة توسيع الاستيطان بالضفة الغربية بعد تحذير سعودي أمريكي هدنة اليوم الواحد تعيد الهدوء النسبية إلى الخرطوم العراق يفرج عن نحو ثلاثة مليارات دولار من أرصدة إيران المجمدة بسبب العقوبات زلنيسكي يتحدث عن عمليات مضادة هجومية ودفاعية وروسيا تؤكد التصدي للهجمات الأوكرانية على رأس الساعة وقفة إخبارية جديدة على شاشة الغد فابقوا مع الغد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر